السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات عاملين ايه? ازيكم يا شباب? الاخبار يا ربتكم بخير. النهاردة طبعا هنعمل وصفة جميلة جدا بالسفندي. آآ بازن الله تعجبكم. بازن الله تجربوها. لو عندك بقى سفندي من الصغير خالص ده اللي هو ايه محدش بيكله. النهاردة هنعمل بيه وصفة هيلة جدا. هتعجبكم كلكم. بازن الله هتحبوها جدا. بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوسلكو كل جديد. قبل ما ابدأ الوصفة بتاعتي هقول بسم الله. وطبعا يا جماعة الناس كتير قوي بتقولي انتي ليه بتسمي كتير? آآ يعني انا متعودة ان انا على طول بقى اقول بسم الله يعني دي ما فاش حاجة. فاللي بياخد على حاجة بتفضل فلسانه على طول. يعني ومش حاجة وحشة ان احنا نسكن ربنا. ما يتفكش منك. احنا عايزينه زي ما هو كده. انا خلاص قطعته بقى معيه بالشكل ده. هابدأ بقى اعمل ايه? هابدأ بقى اجيب الاوالب بتاعتي بتاعة الكاب كيك دي. وابدأ ايه ان انا ادهنها? كده. بالزيت او بالسمنة كلها. انتي لو حابة ان انتي تحط الورق بتاعها مفيش مش كده. لكن انا ايه مش مش هحطه. خلاص كده. هابدأ بقى اجيب سكر. اهو كده هابدأ اجيب سكر وارش فيه سكر. في الاعر بتاعه اهو. كده. اهو شايفيني بالشكل ده كده. بصي لو قدرت تبطني القلب اصلا كله بالسكر هيبقى جميقة احسن بكتير. هيديك نتيجة جميلة جدا. اهو كده. وفي نفس الوقت هيطلع معيك هيتفك منك. مش مش هيلزق. بس طبعا قدرت ان تطلعيه سخنة. اهو كده. عمدأ بقى ان انا اقلبه كده كويس. اهو بقى في الاولاد كلها. همسك بقى السفانزي بتاعي زي ما هو بالبزر بتاعه بكل حاكته. اهو كده. هرسه هنا كله. بالشكل ده. اهو كده. طبعا كل ما هتقطعيها يعني كويس كل ما هتكون افضل معيك. اهي كده. اهي. بقت معي كده بالشكل ده هبدأ بعمل ايه? هجيب عندي الكوس ده كده. وهبدأ انزل بيه في آآ انزل بالبيت ده. ادي واحد اتنين تلاتة. اهو كده. بالتلات بضعط معي بالشكل ده. وهدي له رشا من الفانيليا. اهو كده. نقطة بس بسيطة لان دي مركزة. وحاجة كده ايه? لتسكر من الملح. رشة بسيطة جدا. بس كده. مش هاخدها كمان كلها. هبدأ بقى اخد الخليط ده. هحط عليه نص كباية سكر. ونص كباية زيت. هبدأ بعد الوقت ان انا حط عليها كمان نص كباية كده من اللبن. واخدهم كلهم اضربهم. اهو كده دربتهم كلهم بالمضرب بقوا معي بالشكل ده. هبدأ بقى اعمل ايه? هنزل بالدقيق. كباية كاملة من الدقيق. اهي كده. وايه? ونص معلقة من البيكنج بودر. اهي كده. وهبدأ طبعا اقلبهم آآ اضربهم تاني كلهم. دلوقتي بقى هبدأ انزل بالخليط اللي انا عملته ده. اهو كده. عليها يحاولوا على قد ما تقدروا ان انتم ما يعني ما تملوهاش للاخر. لان لسه هتعلم عاكم. بس يعني ايه? انا عاملة حساب ان هي لسه. اهي كده. عاملة حساب ان هي لسه في مكان فوضي في الجناب. فهي لما تيجي تحطيها كده هتلاقيها ايه? هتتزبط لوحدها. شايفين بقى المكان بتقلس ازاي? اهي كده. طبعا من الحاجات الكل اي حاجة تقع من نوكو كده. اه اي حاجة هتنقط عصتك بتاعك لازم تشيليها. وهنقلل بس شوية الكمية دي. اهي. اهي. بص بقى استفاندي بيعمل ازاي اصلا? اهي. هبدأ بقى بمنديل كده. هبدأ بقى كده بمنديل نظيف. هبدأ انضف الاماكن دي. عشان لما دخلها الفرن هتبقى صعبة علي قوي ان انا نظفها بعد كده. هتلزق بقى فيها طبعا وهتبقى ايه? مشكلة جمدة جدا. وتضطروا ان انتو يتدعاكوا يتسيبوها كده. طبعا مش كل حاجة بتنقق يعني ايه? مش كل حاجة بتطلع منها بسهولة. في حاجات بيتبهدل فيها وتسيب قصر زي ما انتم شايفين كده. اهو. اهي بقت كده معي بالشكل ده. هبدأ بعد الوقت ان انا اعملها كده. شايفين ازاي? بصوا بقى بدأ يظهر معي السفندي بتاعي ازاي? هبدأ بعد الوقت ان انا حطها في الفرن على درجة حرارة. مية وتمانين لحد ما تستوي. يعني مش هقولك وقت معين او طيمر معين انت انت ايه يعني شو في بتجازك هيشتغل على ايه? اه لو انت لو انت بتجازك مفروش طيمر ممكن تعمل ايه? عضاية حرارة متوسطة. اه لحد ما تلاقي ايه اول ما تدخلي خلية السنان فيه وتطلعيها. هتلاقيها زي ما هي ما فيهش اي حاجة. يبقى كده خلاص تمام. لو لقتي فيها يبقى كده لسه. هحط دلوقتي في الفرن وارجع لكم تاني نشوفها هنكمل باقي وصفتنا دي ازاي? عايز اقول لك بقى حاجة لو انت عملتيها دي خلاص ولقتي زاد منك هتعملي ايه? هتجيبي بقى كوبايات الكوب كيك كده العادية لو انت عندك وتبداي بقى ايه? تفصصي. هحط بس فيها الاول السكر. اهي كده هنرش بس راشة سكر كده. يعني كل واحدة حط فيها حبة سكر صغيرة. اهي كده. نبدأ بس نعملها كده. اهي. وتحطي بقى فيها ايه? بفصوص كده. من السفنج بتاعك ده. بسي هتبقى جميلة جدا. اهي? اهي. بس بس كده الاولى عشان نزبطها. اهي. باي شكل انت حبة تعمليه. يعني انت مش مقايدة باي حاجة. اي شكل انت عايزة تعمليه هتعمليه فيها هتلاقيه جميل جدا ومنتهى السهولة والبسطة. اهي? كده. كده. هتعمل ايه تاني بقى? عندك هول خليط بتاعك. هتروحي مسكاه. نصه كده. حاولوا ما تزودوش. حاولي ما تزوديهاش. عشان لما تعلم عاكي ما تبهدلش الدنيا. اهي. اهي. اهي كده. شايفين بقى زي دي هكملها بس حاجة بسيطة. بس كده. اهي شايفين بقى عاملة ازاي? هنحطها بقى دلوقتي. في الفرن برضو مع التانية وندخلهم كلهم الفرن. بصوا الفكاقع دي انا بقى مش عايزيها. هبدأ اعمل كده انشان الفكاقع دي تختفي. اهي. وهنا كمان. عشان الكيكة بتاعتي ما تبقاش فيها او الكوب كيك بتاعي. ما يبقاش اخد هوا كده وشكله مش حلو اما تيجي تعملي. ده ما تيجي تقدمي. اهو. اهو. شايفين بقى? بيطلع بمنته السهولة. اهو. احطها بقى في الفرن دلوقتي وارجعلكم تاني. وارجعتلكم تاني كده خلاص عملت الكوب كيك بتاعي بقى معي بالشكل ده. هبدأ بقى احركه كده شوية من تحت. وهعمل ايه تاني? اهو كده بسكينة براحة جدا عشان ما بوصش بوصش الطبق بتاعي القلب بتاعي. اهو. هبدأ براحة جدا اننا سلكو. هيسلك معي طبعا لمنتهى السهولة وتقلب كويس. ليه? لاننا حطا فيها آآ حطا فيها سكر. والسكر طبعا لسه سايح جوه. بيدليل شايفين? اهو كده. هو طبعا ممكن اللي يزهقكو شوية هو الحاجات اللي فيها السكر آآ دايبة. السكر سايح كده بممكن دلي يزهقك بس شوية. لكن الباقي هيفك معيك بمنتهى سهولة. يعني ايه مش هتحس اصلا بيه عادي. بصي سهل جدا اهو. اهو شايفين ازاي? سهل جدا وهو بيطلع. تفكيه بسهولة جدا اهي. بمجرد بس ان انت ايه تزوق ايه بس كده هتلاقي يطلع معاك بمنتهى السهولة. هطلعه بقى ووريه لكم. شايفين بقى شكل الكوب كيك بعد ما طلعته بقى عامل معي ازاي? بصوا تحس ان انت مسكة ايه سفندية مش مش كوب كيك. شكله جميل جدا بس يعني لو تقدر تشيله منه البزرة هيكون افضل. بصوا بقى شكله جميل ازاي? شايفين? بصي بقى من ناحية التانية هنا عمل ازاي? جميل جدا. حتى ده يعني دي اه المية بس بتاعة او العصير بتاع بتاع الكوب كيك. جميل جدا بصراحة. بصوا طعم فضيع. مش عايز اكل كتير بقى عشان ما اتخانش يا جماعة. بس والله جميل جدا. وده اهو الكوب كيك اللي عملنا معنا. اهو شايفين? يا ربا بقى يعجبكم. هتمنى بازن الله ان انتم تجربوه. لو عجبكم متنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.